في هذا الفيديو ستعرفون كيفية تشخيص وعلاج أمراض القلب الزراقية التي هي رباعية فالو وشذوذ عود الدم في الأورد الرئوي الكامل الذي يرمز له بـ TAPVR والجذع الشرياني حيث لا يمكن التفريق بين أكبر وعاءين دمويين وتغيير الوضع حيث يتصل أكبر وعاءين دمويين بصورة عاكس الوضع الطبيعي لهما وأخيراً رتق الصمام ثلاثي الشرفات جميع هذه الأمراض تجعل الطفل يبدو أزرق اللون يمكن تلخيص تشخيص كل هذه الأمراض في كلمة واحدة وهي الإيكو أي تخطيط صدى القلب وهي صورة للقلب باستخدام الموجات فوق الصوتية يجرى تخطيط صدى القلب عندما يكون الجنين في رحم أمه حيث يمكن رؤية أي عيب قلبي بالضبط يعاني منه الجنين من النادر أن يكون الجنين مصاباً بعيب واحد فقط حيث يعاني الجنين من عيبين إلى ثلاثة لذلك يجب دائماً إجراء تخطيط صدى القلب لمعرفة مكان كل حجرة في القلب بالضبط وأين يتصل كل وعاء دموي بدقة يقدم تخطيط صدى القلب صورة ثلاثية الأبعاد لما نتعامل معه ويجرى في العادة أكثر من مرة وبالسمرار بعد ولادة الطفل لرؤية مدى تغير الأمور وتقدمها أما بالنسبة للعلاج في هذه الأيام فهو الجراحة أولاً وأخيراً في الواقع يرتبط طب قلب الأطفال بالجراحة غالباً ويحدد تخطيط صدى القلب ما إذا كان الطفل يحتاج عملية أم لا وأيضاً من خلال الفحص البدني إلى جانب الجراحة توجد أدوية معينة بالإمكان استخدامها قبل العملية أو بعدها للمساعدة عادةً تكون الأدوية غير كافية بمفردها في معالجة هذه العيوب ولكنها قد تساعد في التخفيف من آثارها فمثلاً يمكن استخدام أدوية التقلص العضلي التي تساعد القلب ليعمل بقوة أكبر أو يمكن تقليل المقاومة التي يواجهها القلب من خلال توصيع الأوعية مما يعطيها قطراً أكبر عندها يسهل على القلب ضخ الدم أخيراً فإن أطباء قلب الأطفال ما زالوا يستخدمون السماعات لمراقبة تقدم حالة المريض وعند استخدام سماعة الطبيب يلاحظ وجود نفخات قلبية والتغير في النفخات من شأنه إيضاح مراحل تطور العيب لأنها تتغير من يوم لآخر من أهم الأمور التي تفيد عن حالة القلب بالضبط هو مراقبة تشبع الأكسوجين أي فحص نسبة الأكسوجين في الدم الذي بدوره يخبرنا عن أداء القلب وكمية الدم التي تذهب إلى الرئتين مقابل التي تذهب إلى الجسم قبل العملية أو بعدها قبل أن أنتهي من درس اليوم يجدر التنويه أن علاج مرض القلب الزراقي يختلف دائماً باختلاف الحالة هكذا تكونون قد وصلتم إلى نهاية الدرس ترجمة نانسي قنقر